منذ طرح الرئيس الأمريكي الجديد فكرة المناطق الآمنة في سوريا لمساعدة اللاجئين ساد بعض الجدل لأسباب مختلفة فأنقرة رحبت بالفكرة لأنها تمهيد للإطاحة بالأسد كما تعتقد وهما نفاه المسؤولون الروس بعد الاستيضاح من ترامب الفكرة التي تجد قبولا من دول مجاورة لسوريا تستضيف مئات آلاف اللاجئين وجدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممجوجة في ظل الوضع الراهن ورأت أن الأولى إعادة السلام والأمن وبناء البنية التحتية وتأمين الظروف التي تتيح عودة اللاجئين مشروع إقامة مناطق آمنة داخل سوريا بين شد وجذب أطراف الصراع في المنطقة فبين من ينظر إليها على أنها تقسيم لسوريا ومن ينظر إليها على أنها الحل لوقف مأساة اللاجئين تدخل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الخط لترفض المشروع المناطق الآمنة في سوريا تقول المفوضية إنها إذا ما أرسيت دون عباءة الأمم المتحدة فإنها ستخدم الحسابات السياسية للدول وحماية الطرف على حساب طرف آخر أعتقد أنه في هذا الوضع الحالي في سوريا وبالنظر إلى الأزمة المتواصلة وتفكك البلاد وهشاشة الوضع فإن فكرة إقامة مناطق آمنة لن تكون قابلة للحياة وكما قلت خلال الأيام الماضية وحينما كنت في سوريا في بداية الأسبوع أعتقد أنه من الأفضل أن نركز أكثر على إعادة مسار السلام الذي بدأ في أستانا ونحاول أن نعيد ذلك المسار وننجحه في أقرب وقت ممكن وهذا سوف يعيد الأمان والاستقرار المراقبون يؤكدون أن مسألة إقامة مناطق آمنة في سوريا ليست بالأمر الجديد الجديد في الموضوع هو إحياؤه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموافقة عدد من الدول على المشروع فيما أعربت موسكو عن استعدادها لدراسة المبادرة بشروط موافقة دمشق الرافد مسبقا جملة وتفصيلا لفكرة المناطق الآمنة ووسط دوامة الموافقة والرفض تفند مفوضية شؤون اللاجئين الطرح المعترض على المشروع فبالنسبة للمفوضية عودة السلام والاستقرار الأراضي السورية الحل الوحيد الكافيل بعودة أبنائها معنا من بيروت للحديث عن الموضوع مدير مؤسسة لايف لحقوق الإنسان نبيل الحلبي أهلا وسهلا بك سيد نبيل إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار هناك سؤال بديه يطرح الآن بالطبع ترامب كان من أحد وعوده هو السعي لإنشاء مناطق آمنة من أجل الحد من موجة اللجوء والهجرة للاجئين السوريين من سوريا لكن هذا كان قبل اجتماع أستانا ووقف إطلاق النار يعني الآن يمكن أن يقال أنه 90% من وقف إطلاق النار يشمل كل سوريا يعني حتى حلب حتى مناطق كثيرة ما الداعي الآن للحديث عن مناطق آمنة والمفوضات تتقدم سواء في أستانا أو حتى في جينيف ما رأيك؟ يعني تماما المناطق الآمنة لا يكفي وجود وقف إطلاق نار لتصبح مناطق آمنة لأن هذا الوقف إطلاق النار هو وقف إطلاق نار هش وكان هناك تجارب سيئة في السابق يعني كان هناك خروقات لوقف إطلاق نار لم يكن هناك أي التزام من جانب القوات النظامية السورية من خلال الغارات المستمرة على مناطق يعني تشهد اقتزازا بسكان المدنيين كريف حلب وريف إدلب وخاصة أن هناك خروقات كانت متمادية في وادي بردة عند انعقاد مؤتمر آستانا وإبرام وقف إطلاق النار هذا الأمر أيضا يعني يشمل الميليشيات الغير سورية التي تقاتل في سوريا والتي لا تلتزم بالمؤتمرات وبالمفاوضات وبالاتفاقيات عادة وأخص بذلك الميليشيات التابعة لإيران فكانت هذه الميليشيات تقرق وقت إطلاق النار حتى خرقت يعني اتفاقية حلب وقامت بالأتداء على أول قافلة يعني للمدنيين سيحسد نبيل يعني موضوع الغروق وموارد وهذا يحدث لكن مع ضمان تركيا وروسيا وهما يعني يعني الآن حتى نتكلم يعني إحنا حلب أعيدت يعني للنظام ولم نشهد يعني الآن لا يوجد مناطق آمنة بعد ما انتهت قصة حلب والمناطق المدن الكبيرة لأنه عندما نتحدث عن مناطق آمنة نتحدث عن لاجئين بالآلاف الآن حتى لو كان في خروق وادي بردة نتحدث عن عشرات ومئات يعني هذا يمكن استيعابه في مناطق أخرى لكن النقطة ربما أنه الحديث قد تجوزه الزمان أم أنه في شيء آخر يقصد به هذه المناطق الآمنة لأنه مثلا أنقرة ترحيبها كان حذر لأنه كانت تخشى من أنه هذه مقدمة لتقسيم أو فدرلة سوريا بشكل أو بآخر ما رأيك؟ يعني تماما لا يكفي أعود وأقول لا يكفي أن تكون هناك منطقة تابعة للنظام كحلب لتكون منطقة آمنة نحن نعلم أن غالبية صاحقة من اللاجئين السوريين هم من عائلات المعارضة السورية فلا يمكن تأمين عودتهم إلى هذه المناطق لأنهم سيكونون رهنا للإنتقام نعود إلى مناطق الحديث عن المناطق الآمنة المناطق الآمنة طبعا هناك مخططات لمناطق آمنة تقريبا أربع مناطق تتوزع جغرافيا بأنحاء سوريا هناك منطقة يجري البحث بين تركيا والإدارة الأمريكية حول أتماد المناطق التي تخضع لسيطرة فصائل درع الفرات في ريف حلب الشمالي هذه المنطقة ستكون تحت إدارة تركية وتابعة لفصائل درع الفرات هناك منطقة تكون شرق نهر الفرات وهي تتبع لسوريا الديمقراطية كوات سوريا الديمقراطية وهي منطقة آمنة بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية هناك منطقة يتم ترتيبها بين الإدارة الأمريكية والأردن عقب زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن والبحث حول ترتيب منطقة آمنة في جنوب سوريا إلى واشنطن للبحث حول ترتيب منطقة آمنة جنوب سوريا خالية من تنظيم داعش وتكون تحت سيطرة الفصائل السورية المعارضة المعتدلة وبإدارة أردنية بحتة المشكلة تكمن حقيقة في المنطقة التي تبدأ من جبل الغربي للزبداني باتجاه جمالا إلى مدينة تلكلخ السورية في محافظة حمص هذه المنطقة مع الأسف هي تحت سيطرة ميليشيات حزب الله وهناك سيطرة لتنظيم داعش أيضا في هذه المنطقة هذه المنطقة لا تزال قيد البحث والترتيب ولكن يجب اعتماد هذه المنطقة أيضا لتستوعب أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الموجودين خاصة في الأراضي اللبنانية نعم هناك مناطق آمنة يجري البحث عليها خارج إطار الأمم المتحدة يجب إدخال الأمم المتحدة إلى هذه الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول المناطق الآمنة لتصبح تحت مزلة الأمم المتحدة وترفع راية الأمم المتحدة لتصبح مناطق آمنة وفق القانون الدولي العام وتخضع لمساعدات أممية وعبر الصندوق الأمم المتحدة وأقص بالذكر بشكل خاص المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين طبعا هناك تخوف من أن يكون هذا المدخلا إلى تقسيم سوريا ولكن هذا الأمر غير صحيح هناك مبالغة في الخوف من هذا الأمر ولكن هناك تحفز من الأمم المتحدة حول أن هذه المناطق الآمنة وعلى ما يبدو أنها تخضع لنفوس دولي وأقليمي وهي أقرب إلى مناطق مسيسة وليست إلى مناطق طبعا السؤالي هنا أستاذ نبيل من وجهة اللاجئ السوري الذي سواء في لبنان سواء في تركيا في الأردن إذا ما أعيد من مخيمه من في لبنان أو في الأردن إلى المنطقة الآمنة في سوريا ما الذي سيتغير عليه هو يعني هذه المنطقة الآمنة ستفيد الدول التي تحتضن هؤلاء اللاجئين تخفف الإعباء عنهم لكن اللاجئ هل سيتغير شيء من ظروفه؟ لا سيتغير أمور كثيرة من ظروفه يعني إذا تحدثنا عن واقع اللاجئين السوريين في لبنان وهذا واقع مأساوي وغير إنساني سواء بالشروط القاسية لتفرض الحكومة اللبنانية والقوانين اللبنانية على اللاجئ باعتباره كأنه مهاجر اقتصادي وليس لاجئ بحاجة إلى الأمن هناك أتقالات في صفف اللاجئين لمجرد أنهم خالفوا قواعد الإقامة وكأنهم مهاجرين أو كأنهم صواح وليسوا لاجئين كل هذا لأن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 51 سيتغير واقع الحال لأنه سيكون في أراضي سوريا دولته ليس هناك شروط قانونية على إقامته وهناك منطقة آمنة تكون آمنة بالنسبة له من أعمال القطف أو الأتقالات أو من أعمال انتقامية قد تكون بها جهات معادية له وأعود بالذكر أن اللاجئين هؤلاء هم من عائلات المعارضين السوريين ومن مناطق معارضة سورية لذلك يجب زهابي من المناطق تخضع لقوات فصائل سورية معارضة معتدلة ولإدارة دولية وضمانة دولية لإقامتهم بشكل آمن وسليم نعم شكرا جزيلا لضيفي من بيروت مدير مؤسسة لايف لحقوق الإنسان نبيل الحلبي ترجمة نانسي قنقر